اشتركوا في القناة البلاك فرايدي مستمرة لحد آخر الشهر يعني لحد آخر نوفمبر احنا عندنا عروض خاصة جدا 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 من عيادات نبض النهاردة بقى انا هكلم كل واحدة ست متخيلة ان خلاص اصلي عدى بقى الوقت فات بقى اللي حصل حصل في بشريتي اصلي خلاص هو فاضل قد ايه يعني لا 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 موضوع ده كله لازم ينتهي واستغلي البلاك فرايدي فيش حاجة اسمها كده دايما فيه علاج دايما فيه حاجة جميلة عيادات نبض بتقدمها علشان تسعدك لازم تبقي سعيدة لازم تحطي نبتك ان انتي يعني ما توقف يدام مراكدة تبقي مبسوطة فيش حاجة اسمها عدى الوقت لا اصلي خلاص اللي حصل حصل يعني عايزة تقنعيني ان دي هترجع تاني اه على فكرة بترجع تاني يعني عايزة تفهميني ان الجلد ده هيتفرد كل حاجة لها حل كل المشاكل الجمال موجودة في عيادات نبض انا الاول هرحب بضفتي دكتورة جاكلين صبحي اخصائي جلدية والليزر بعيادات نبض مسأخير يا دكتور عاملة ايه؟ ايه الأخبار متقلقة مرسي ودايت بقى ولا جمالك ولا عاملة ايه في حاجات كتير حاجات كتير شاكل كده مزبطة هو طبعا الهالسي لايف ستايل ده اهم حاجة فاخيرا انكررت ان انا بهاالسي ايوا جنب الشغل وكده فده فرق كتير جدا طيب وانا شايفاكي خاصة انتي علشان خاصة برضو بتهتمي ببشرتك طبعا مش كده؟ اه يعني في الفترة اللي هي الدايت دي انتي بتمنعي نفسك من اكل كتير وفي حاجات كتير كنت بتكليها بتقللي ممكن تلاقي برضو في شوية بهتين في يعني انا لاحظت بعد فترة دايت كده انه كذا حد يقولي وشك بقى بهت لان طبعا اول حاجة بتخص في جسمنا كله الوش دهون الوش اول حاجة بتنزل فبحس فعلا انه فيه فرق اول لما بتخصي بيبان اول حاجة عنوش انا اللي شايفة حاجة تانية ولا كسرة ولا اي حاجة خالص لا ما هي دي الفكرة مزبطة هي دي الفكرة ان انتي تخصي وان انتي تحقق التارجت اللي انتي عايزان ان انتي توصالي الوزن مسائلي وفي نفس الوقت وشك ما يبانش عليه لان في ناس كتير بيجولي بعد ما بيخصوا مثلا بس كميات كبيرة بقى يعني اوزان كتير مثلا 15 او 20 كيلو تقولي الناس بيقولولي ده انتي كنت يدخينها احلى والشهر خلاص كل الدهون اللي فيه راحت فبدأ يتراهل بدأ يقع النضارة اللي كانت فيه تحولت لبهتان فهي حققت اه حاجة كويسة ان هي خصت ووزنها قاله بس لازم تسلح فوق برضو بس اه حصلت مشكلة تانية زهرت مشكلة تانية بقى ان الوش هو اللي دفع التمن طيب احنا عايزة بس افكركم قبل ما نبتدي اسئلتنا لدكتور جاكلين انا هفكركم بصفحتنا على الفيسبوك هي دي صفحة هتمزل دلوقتي اسمها نابد كلينك زي ما انتو شايفين الصفحة ياريت بقى نعمل شوية انتر اكشن كده سوا تبعتولنا الاسئلة بتاعتكم واحنا بنجاوب على الهوى على طول واحنا معاكم دكتور جاكلين جاهزة ومستعدة لكل الاسئلة بتاعتكم وكمان تقدروا تعرفهم من خلال الصفحة دي العروض بتاعتها يدات نبض لكن انا برضو بشجعكم وبفكركم وبقولكم يا جماعة نمرة الكول سنتر اهي اي حاجة انت عايزة تعمليها الحقي نوفمبر كله معاكي الحقي استغلي الشهر الحد اخر يوم 30 نوفمبر اه انا لقيت كل الناس بيقولولي طب هو العرض ده مش هيكمل شوية كمان طب احنا عايزين نلحق نعمل كل حاجة وفي حاجة يعني مش هنلحق نعمل كل ده النهاردة فاحنا عشان لقينا فعلا فيه اقبال كتير جدا على كل الافرز اللي احنا عاملينها على كل السورفزز فقررنا ان احنا نمد الافر لاخر الشهر طيب انا النهاردة انا يعني مخصصة الحلقة دي لكل ست فاكرة ان ايه القطر عدة خلاص يعني الكلمة دي بتضايقني ايه هي المشاكل اللي بتقابل الست اول ما تكبر شوية في ستنب تبتدي تظهر عندها المشاكل ايه هي المشاكل دي بصي هو زي ما قلتلك كده احنا كل ما بنكبر يعني لو لاحظتي كده سن صغير من سن كبير هتلاقي مثلا ان حجم الخدود بدأ يقل فيه خط الدقن مثلا بدأ مع الجاذبية طبعا بتشد وشنا لتحت وان احنا كل ما بنكبر الاربيطة اللي مسكة وشنا وبتشده ضد الجاذبية دي بتبدأ تضعف فيبدأ وشنا يتراهل نبدأ نحس ان فيه الجولاين بدأ يقع فيه تراهل كمان مع استخدام الخطوط التعبير وشنا الكتير بتبدأ تظهر التجعيد زي ما احنا شايفين كده في الصورة دي ان احنا من سن مثلا 25 بيفرق طبعا عن 35 عن 45 كل ما بيعدي بنا السن كل ما دهون وشنا دي بتقل شوية فحجم الخدود اللي مدينا المظهر الصغير ده بيبدأ يروح التجعيد والتعبير كلنا كل ما بنعبر بوشنا اكتر كل ما بتظهر تجعيد ده كده بعد ما بنكبر ولا ده كده ايه ده فرق ما بين واحنا صغيرين وبعدين واحنا اه والإلاستيسيتي ومرونة جلدنا ولما بنكبر بقى وعوامل الزمن وتعبير وشنا والجاذبية لما بتشد وشنا يا مامي الفكرة بوسي هي مرعبة لكل الستات طبعا كل واحدة بتبقى خايفة ان هي يجي يعني هي تصحى في المراية اولا ما تبدأ تلاقي فيه تغيير دي حاجة محزنة ان احنا نبدأ نلاحظ تغيير مش لطيف على وشنا بس عمرها ما كان الوقت متأخر يعني عمري ماقول لا خلاص عدى الوقت لا خلاص مش حالحا مهما كانت المشكلة دلوقتي الحمد لله يعني دايما التكنولوجي والمادسن الطب الحديث والأبحاث اللي بتتعمل كلها بحيث ان احنا مفيش مشكلة دلوقتي ملهاش حال مفيش اطلاقا انا انا هاخد الكلمة دي على طول وحالقلك على سؤال اللي بعد دلوقتي التجعيد قبل ما بتبقى يعني تجعيد جامدة بتبقى ليسا خفيفة انا ازاي الحق نفتي بقى في المرحلة دي قبل ما يعني الدنيا تسوات دي وتلاقي ايه الخط محفر جامل محفر فعلا هو الخطوط دي بتبقى من ايه او التجعيد دي بتبقى خطوط تعبيرية ان احنا بنعبر بوشنا كتير الناس او الستات طبعا مع الولاد والبيت وكده بتتعصب كتير فبينلاقي عندنا بقى الخطوط التكشيرة مثلا خطوط اللي هي بالعرض في الجبهة دي اسمها خطوط تعبيرية الخطوط التعبيرية لو مش ظهرة وانتي وشك بيتحرك دي احنا تمام دي الخطوط اللي احنا شايفانها دي دي اسمها تعبيرية تجعيد تعبيرية زي ما احنا لما بنندهش مثلا بنرفع حواجبنا الفوق فبتدينا الخطوط اللي بالعرض اللي في الجبهة دي دي خطوط تعبيرية بتبقى ظهرة وقت ما بنعبر ده تمام لكن لو بدأنا نلاحظ ان هي في الاستاتيك او وانا مش بعبر بوشي ظهر فيه تجعيد فعلا لا يبقى احنا كده في مشكلة لازم نبدأ نحلها واحنا في الاول خالص زي الحالة دي مثلا دي خطوط تعبيرية الحالة دي انا استعملت معها البوتوكس اه يعني لو شفنا الصورة اللي تحت دي صورة افتر هي مدية نفس التعبير هي برضو نفس الدحكة الكراوس فيتس اللي هي خطوط اللي بتظهر مع الدحكة دي لما بنستخدمها كتير بنبدأ نلاقي ان احنا حتى احنا مش بنتحك فيه خطوط خلاص بدأت تبقى زهرة جنب عينينا فلما بنحقن بس كمية بسيطة جدا من البوتوكس بتخلصنا من خطوط التعبيرية دي ده برضو هنا حقانتي بوتوكس اه دي بنوتا صغيرة على فكرة والنتيجة دي بنوتا صغيرة يعني ايه عشرينات العشرينات بس ما بتشرفش مية خالص اه يعني حتى انا لاحظت منو انا بحقنها انو ما بتشرفش مية فبرضو شرب المية من الحاجات المفيدة لمرونة جلدنا كمان عبرات وشهة كتير قوي فبدأت تظهر عندها التجعيد في سن صغير برضو في الحالة دي انا استخدمت البوتوكس اه عايزة اقولك مفيش خطوط خالص بدأت تظهر في بس هي برضو بتقدر تعبر هي عشان برضو في ناس كتير بتقولها وكل ما انا استعملت البوتوكس بادري كل ما كان افضل طبعا بجد اه زي ما انت قلتي يعني انا فيش حاجة سمع لسه بدري يا شيخال هتلعبي في وشك من دلوقتي استقافة دي لا لا اهو اقولك زي ما انت قلتي من شوية ان احنا في الاول بتبدأ معنا تجعيد خفيفة وبعد كده لو اهملناها بتبدأ تتحاول ان هي خلاص دي حفر في وشنا يعني بتبقى تجعيد قوية جدا بحيث ان احنا لا محتاجين حاجات اقوى من البوتوكس كمان عشان نبدأ نعالجها فبالعكس كل ما بدأنا بدري كل ما كان احسن بقولك ايه انا سمع ان البوتوكس ده عليه اسعار هيلة في البلاك فرايدي استغيلوا الفرصة يا جماعة مش هتيجي تاني من نوفمبر ده لنوفمبر السنة الجاية يبقى نلحق من دلوقتي طيب ازاي بقى بيحصل ان انا لما بهمل التجعيد دي بتوصل لحالة الترهل ازاي برضو احنا نقول كل واحد قاعدة بتتفرج علينا دلوقتي ان حتى ما تزعليش حتى ده برضو له حلول مظبوط زي ما قلتلك ما بقاش فيه مشكلة ملهاش حل فكرة الترهل برضو من الحاجات اللي بنلاحظها بعد ما بنكبر في السن وبعد ما بنهمل في ان احنا نبدأ نعالج كل حاجة بتظهر قريب سهلة قوي ان احنا نرفع دلوقتي ونعمل ليفتنج او تايتنج للجلد بتاعنا باجهزة موجودة دلوقتي ومتعددة زي جهاز الالفت مثلا يعني احنا كان عندنا الاول الهايفو بس لما لقينا انه في جهاز احدث منه الدراسات اثبتت انه هو بيجيب نتائج اسرع وفي وقته قليل اللي هو الالفت بدأنا نستخدمه ونتائجه فعلا هيلة يعني الناس اللي كان عندها مشكلة تقول لي طب انا اعمل فيسليفت اعمل شد وجه ولا اعمل اي انا مش عايز اعمل جراحة لأ فعلا الالفت بديل الجراحة فعلا يعني لانه بيزبط يعني مثلا حالة زي دي شايفها النيزوليبيا للخطين اللي جنب اللي واصلين بين الانف والفم والميرينات لاينز والشها فرق بعد جلسة واحدة من الالفت دي كده جلسة واحدة جلسة واحدة ده اميديا تلي يعني هي لابس نفس اللبس ايه ده وهي ايمة من من ساشن اه هنا بقى لأ فرق قوي من الجنب اه حتى هتلاقي عندها كمان تير ترافل الجزء اللي تحت العين الخط كمان لما نزل وخط الدقن لما نزل كل حاجات دي لما بتنزل سهل قوي نحن نرفعها بالالفت ومن غير ولا عملية جراحية ولا شكة ابرة حاليا ايه التكنيك التاني اللي ممكن استعمله لو انا مش هستعمل اولفت و هل انا ممكن استخدم اكتر ايه ده برضو اولفت برضو اولفت زي ما انا شايفين الميرينات لاين وخط الدقن كان فيهم تراهولات ازاي بدأ اتنزل دي كان فيه كاسرة يعني سبعات وثمانيات كمان اه و دي بتديها ساد لوك بتديها دايما شكل حزين ان هي وشها زي ما يكون زعلانا طول الوقت مع ان هي مش زعلانا يعني بس عشان برضو الجاذبية بتشد وشنا لتحت فبتعمل لنا الخطين دول الميرينات لاين والنيزو ليبيل فبردو الالفت من الحاجات بصراحة يعني معجزة في موضوع الشد الوش طيب انا برضو حاسألك هل ممكن استخدم اكتر من تكنيك واحد طبعا و امتى ممكن تقولي لا ده انا فعلا لازم استخدم دو تكنيك و كل التكنيك بتنفع مع بعض في نفس الساشن ولا لا طبعا لازم يعني بحكم انا على الحالة هي جاية بمشكلة ايه بالزبط يعني ايه اللي مدايقها هل اللي مدايقها هو تجعيد ولا تراهل ولا ان هي زي ما قلتلك في الاول خلص ان احنا لما بنخس وشنا بيفضى فلو هي واحدة خسرت وزن كتير في الفترة قصيرة بنبدأ نحس ان دهونه الشهر راحت فبنعوض فقدان الدهون دي بان احنا بنحق انفلر فلما هنحق انفلر هنلاقي انه الجزء اللي كان وقع عشان الدهون فقدت خلص احنا ملناه تاني فبيرجع تاني شكل الوش مرفوع والشكل اللي كان متراهل نتيجة لفقدان الوزن بيرجع تاني الله بالزبط زي كي عارفة ده في هناك كسرة في الخد بتاعها يعني مش بس التراهل التحت لا فيه كسرة في الخد نفسه مظبوط اه دي برضو من الحالات اللي فقدت وزن يعني هي مش كبيرة في السن برضو اه الحالة دي احنا عملنا معاها مش كبيرة دي شكلها دي بنت دي بالزبط بالزبط الشكل بيفرق جدا يعني التكنيكس اللي احنا بنستخدمها بتفرق جدا ان هي تديكي سن غير سنك اصغر كتير قوي من سنك اه والناس كمان اللي بيخصوا اوزان كتيرة بتبداي تحسن مش هم كبير لانه تراهها الرغم ان هي ممكن تكون بنت صغيرة صح احنا في الكيس دي احنا استخدمنا تكنيكس احنا عملنا الالفت الاول عملنا بلفتنج وعملنا تاتشب بوسيطة جدا بالفيلر يعني هنا عملتي بس الالفت الاول عشان هو بيكسر الفيلر اه اه احنا ما ينفعش نعمل الالفت فوق الفيلر انا بقيت شاتره جدا شاتره جدا بلاك فرايدي يا جماعة نروح لفاصل ونرجع متروخش فحد رجعنا تاني بفكركم بلاك فرايدي العروض مستمرة لحد اخر نوفمبر يعني اي حد عايز يعمل اي حاجة استغلوا يا جماعة استغلوا والنبي تستغلوا استغلوني انا كمان بلاك فرايدي قبل الفاصل كنا بنتكلم عن التجعيد والتراهل اللي بيحصل في وشنا وده موضوع حلقتنا لكل واحدة فكرة ان خلاص القطرة عدى ما عداش على فكرة ما عداش على فكرة وشفتوا الصور حتى اللي بيخسوا وبيحصل لهم تراهل بنتستخدم اكتر من تكنيك مش بس تكنيك واحد دلوقتي بقى انا هسأل دكتورة جاكلين عن موضوع مهم هو النضارة النضارة اللي هي كنا بنتكلم انا وهي على نيو لوك بتاعتها اول حلقة وقالت ان طبعا بيحصل ان في الدايت ممكن يحصلك ان انت تفقدي النضارة لما بتكبري في السن بتفقدي النضارة لما بتشربيش مياه كتير بتفقدي النضارة لما بتكليش اكل هالثي لما بتناميش كويس لما بتشربي كافيين كتير لما بتشربي سجاير والشيشة الحاجات الحلوة اللي انتو بتعملوها دي كلها ازاي نرجع النضارة دي فعلا كل حاجة من دي بتأثر على النضارة فعلا بتاعت الوش طبعا طبعا التغذية احنا كلين يعني كل جسمنا اصلا بيعتمد على التغذية على الفيتامينز اللي احنا بناخدها على انه فيه هايدريشن كويس ولا لا ان احنا بنشرب المياه الكافية هل احنا بنشرب الكمية المناسبة لوزنينة كل يوم ولا لا فطبعا الحاجات دي بتأثر لو احملنا فترة طويلة وخلاص احنا وصلنا لمرحلة ان احنا فقدنا النضارة بقى خلاص المشكلة حدست بالفعل فآه هنرجع لهالثي لايف ستايل وهنرجع نأكل الحاجات الهالثي وناخد الفيتامينز بتاعتنا بس في نفس الوقت لازم بقى نتدخل تدخل مباشر على المنطقة اللي فقدنا فيها النضارة اللي هي مين اللي طبعا بتبقى وشنا يعني اول مكان بيبان عليه الإرهاق هو وشنا ايه بقى طرق علاج النضارة دي طرق علاج النضارة كتير اول حاجة ان احنا نوصل للنضارة ازاي ان احنا نتخلص لو في مشكلة موجودة فعلا يعني هل المشكلة مشكلة بهاتان بس هل ان احنا بس وشنا باين عليه ان هو مرهق ولا المشكلة مشكلة ده راجل انه في تصبغات لا بنوطة هي هلا عندها ايه عندها تصبغات هي الفكرة إن النضارة إن إحنا ما يبقاش فيه في وشنا مشاكل معينة زي التصبغات مثلاً التصبغات سهلا قوي دلوقتي إن إحنا نعالجها من أسهل الحاجات إن إحنا نعالجها بإن إحنا نعمل تأشير التأشير طبعاً ليه أنواع كتير وحسب الحالة وحسب هي درجة الغمقان إيه وعمقه في الجلد قد إيه فبنستخدم معاها مثلاً إما التأشير الكيميائي أو التأشير بالليزر أو النضارة إن أعدام النضارة إنه يكون فيه تجعيد فيه تراهل ده هنا فيه أنا شايفة بقع؟ آه هي دي برضو من الناس الكبار عندها إيج سبوتس أو إن إحنا كل ما بنكبر في السنة بيبقى عندنا في الجلد بقع بنية كده بتبدأ تظهر البقع دي برضو بنتخلص منها بي الفراكشن دي هنا كبيرة في السنة مش صغيرة هي دي كبيرة يعني القطر برضو معداش ولو القطر بتاع السنة عدى بس الجمال برضو بنعرف نحيه أنا عايزة أقولك إن البيشنت دي تمانين سنة ما شاء الله أيو تمانين سنة ما شاء الله مزبوط فهي كانت جاية هي وبنتها وحفدتها كمان عشان يعني هو الموضوع لكل الأعمار ومشكلة كانت عندها إن هي برضو كان عندها تراهل وكان وشها بدأ يفضى تماما وبتكلمك عادي بقى وهي عندها تمانين سنة وبتقولك أنا أنا بحب الناس دي جدا طبعا طبعا أنا بحب الناس اللي هم يعني مهما كبروا هم متمسكين بالحياة ومتمسكين إن شكلهم يفضل على طول حلو بس كانت وعيا وهي بتقولك أنا عايزة أقشي ليلي دا وعمليلي دا أوه يا دكتورة أنا وشي وقع قوليلي عامل إيه هي من شخصية لذيذة جدا يعني اللي هي يعني أنا مش عشان كبرتها هستسلم بقى لخلاص السن وزي ما انتي قلت في الأول لأ خلاص تسليت ومفيش فايدة ومفيش حل لأ هي كانت قاعدة وبتقولي هل في حل المشكلة دي وطبعا في حل إن إحنا لما حصل التراهل دا أنا عملنا فيلر شكلها فرق جدا مش عايزة أقولك إن هي رجعت بنوتها صغيرة بس أتليست فعلا وهي قاعدة صغرة عشرين سنة لما هو باين يعني لأن إحنا لو قضينا على مظاهر تقدم السن اللي هي الوش الفاضي والتراهل والتجعيد لو قضينا عليها كلها خلاص إنتي تخلصتي من عشرين سنة عدت فإنتي بالتالي هترجعي عشرين سنة وراء يا سلام بقى لو يعني جدتك أو مامتك عيد ميلادها الشهر دا في نوفمبر الحق وكلموا الكول سنتر النمر طلعة وتبقى أحلى هدية صراحة تبقى أحلى هدية لأن للسن دا بيبقى خلاص يعني هي عايزة تبسط نفسها ربت وكبرت وجوزت وعملت كل حاجة بيبقى خلاص محتاجة أنها تبسط نفسها بقى طيب الهالات السودة والانتفاخات اللي تحت العين برضو من المشاكل اللي هي دلوقتي بقت يعني مالهاش دعوة بستنة كمان الهالات السودة الحقيقة بقت حتى منتشرة في الصغارين كمان في منها لي عوامل وراثية وفي منها لي عوامل تانية أنت حتقول لنا هي إيه وحتقول لنا إزاي نعالج الهالات السودة والانتفاخات مظبوط فعلا هي في عوامل وراثية وللأسف العوامل وراثية من الحاجات اللي إحنا ما نقدرش نغيرها خلاص هي الجينات كده لكن نقدر نصلحها لكن نقدر نصلحها طبعا زي إيه مثلا زي إن إحنا وراثيا الجلد في المنطقة دي بيبقى رقيق جدا فبيشف الأوعية الدموية اللي تحتيه طبعا حسب الدورة الدموية بتاعت المنطقة دي ماشية كويس ولا لأ ممكن يشف لون الأوعية الدموية بيبقى ميل للزرقين شوية فبيدينا إحاء الـ dark circles دي ما بيبقاش مشكلة في الجلد نفسه بتبقى المشكلة إنه الجلد رقيق شافي في أوعية الدموية تحتيه فإحنا المشكلة دي بيبقى علاجها الفيلر لما بنحط فيلر الفيلر ده عبارة عن حاجز بين طبقة الجلد رقيقة جدا دي وبين الأوعية الدموية اللي تحتيه فما بيشفهيش أو مشكلة الانتفاخات آه بالضبط مشكلة زي دي زي مشكلة الانتفاخات طبعا سببها الصهر أنا هفقولك شايف التجويف البسيط اللي تحت الانتفاخات ده إحنا لو ملنا في فيلر خلاص إحنا بنساوي ما بين الانتفاخات وما بين الخد فما بيبقاش بين التجويف الغائر ده اللي مديني إحاء الانتفاخات فدي حالة من أسهل الحالات اللي هي تتعالج به الفيلر وفعلا كان فيه حالات كتير ما بيبقاش عارفين إن دي لها عليك بس فعلا بتبقى من أسهل الحاجات والمسيجة بالبان على طول ودي؟ دي برضو فيلر لأن دي كان عندنا مشكلة انتفاخات بسيطة وعندنا مشكلة إن فيه جزء غائر اللي هو التير تراف الجزء ده برضو لما بنملاب الفيلر بيدينا يونجر لوك وبيتحس إن البني إدم هلسي أكتر لأنه الانتفاخات دي بتدينا دايما إحساس إن الشخص ده مرهق طول الوقت أو كبير في السن أو منامش بقلو إسبوع مثلا بس ده بيبقى شكل دائم فيه فلما بنملى المكان ده بالفيلر بيبقى أحسن كتير جدا يعني هي بس حلها فيلر والفيلر ده طبعا أنا بتتبع تعليماتنا أنا لازم أرشب ميا كويس جدا أرشب ميا كتير على طول طب والهالات السودة بتعملي إيه؟ يعني الانتفاخات دي بنحقن فيلر الهالات السودة دي المشكلة الثانية بقى اللي بتدينا إحساس الدارك سيركلز إن الجلد نفسه يكون غامع دي ساعتها برضو بنستخدم معاها مسكوات تأشير معينة لمنطقة العين عشان برضو الناس اللي بتروحي الصيدلية تقولوا عايزة أي حاجة تقشر وتحطها على وشها وحوالين عينيها وفي أي مكان يعني طرق تأشير اللي تحت العين دي سابرت ملهاش ضعب الوش آه طبعا لأن دي منطقة سانستيف جدا مش زي بقية وش الجلد أو أي مكان تاني في الجسم فلازم أتعامل معاها بحرص برضو فهي ليها مسكوات معينة بنقشر الجلد الغامق ده بحيث إن نديني درجات أفتح ممكن نحتاج جلسة واحدة بس ويكون الموضوع انتهى ممكن نحتاج جلستين بس برضو غمقان الجلد علاجه إن إحنا نعمل تأشير أو الميزو ثيرابي الميزو ثيرابي؟ الميزو ثيرابي بتحقيني يا بنحق المواد بتفتح في المكان ده يعني الناس برضو اللي ما بتاخدش فيتامين سي وما بتتعرضش فيتامين سي إن هي تاكل مثلا حاجات مصادر فيها فيتامين سي إحنا ممكن نحقن فيتامين سي في المكان ده نفسه بنحقن مواد معينة بتفتح بتباني النتيجة على طول؟ بتباني النتيجة في خلال يومين ممكن برضو جلسة واحدة والدارك سيركلز تنتهي تماماً لو حالة سيفير قوي قوية جداً ممكن نحتاج جلستين ماكسيم طب تعقيني نطلع للفوق يعني يسيب من الجفن بقل تحت اللي فوق اللي فوق ده مع تقدم العمر لحيث إن الجفن بيسقط والناس كتير قوي بتخاف إنها تعمل بوتوكس ومش عارفة إيه والحاجات دي إيه الطريقة التانية؟ الطريقة التانية هو فعلاً زي ما بتقولي فيه ناس كتير بتخاف وتقولي أنا مش عايزة أرفع حواجبي كتير وشارف إيه وما فاهمين غلط طبعاً البوتوكس بس الطريقة التانية لشد الجفون هو الجيت بلازما الجهاز الجيت بلازما هو بديل الجراحة في المكان ده يعني إحنا كنا زمان دايماً علاج تراهل الجفن العلوي إن إحنا دايماً بنعمل بليفر بلاستي أو عملية تصليح الجفون لكن دلوقتي ده جهاز زي ما إحنا شايفينه دكتورة جاكلين هتقول لنا إيه بالضبط الأوبشنز اللي فيه؟ هو زي ما إنت شايفة هو جهاز صغنن على فكرة يعني يقد الألم بالضبط هو شبيه بالليزر فكرته إيه؟ إن موجات الليزر دي بتحفز الكولوجين اللي موجود في الجلد ده بحيث إن هو يعمل تايتنينج أو يشد التراهل اللي موجود في الجفن يعني أنا ببقى شغالة بيه وشايفة الجلد وهو بيشد وأنا شغالة بس أنا أسمعت بقى إن الجهاز الله ده بجد؟ آه ده مظبوط يعني حاجة زي كده إحنا كنا بنعليجها زمان بالجراحة دلوقتي تو ساشنز بس من الجيت بلازما هتغنيني عن الجراحة وفي نفس الوقت هتديني نفس المظهر ده من غير تراهل من غير ما يبقى الجفن نازل على العين بالشكل ده عايزة أقولك قبل ما آجي كنت قادم مع واحدة صاحبتي وقلت لها لازم تعملي الجيت بلازما واللي أنا سمعته كمان إن الجيت بلازما أنت يعني مش بتحتاجي ترجعي كمان سنة وكده لا أنت كأنك بتستني مرحلة عمرية جديدة يعني ممكن يعدي عليكي 7-8 سنين مصبوط آه أنت كأنك تخلصتي من جلد زائد كأننا بالضبط شلناه جراحيا لأن إحنا بعد الجلسة على طول بنلاقي إن حتى الجلد اللي أنا ممكن أمسكه بإيدي ده خلاص ما بقاش موجود لأن أشعة الليزر دي فعلا عملت له تايتنينج بحيث أنه ما بقاش موجود خالص فبتديكي نفس الوقت اللي تكون فيه التراهل يعني لو إحنا اتراهلنا من 10 سنين 20 سنة هتديكي نفس الوقت ده تاني عيسى ألحق قبل ما الوقت يخلصوا أقول لهم على كل حاجات بتاعته بلاك فرايدي الرقبة طبعا من المناطق اللي بيبان عليها السن وبعنف كمان إيه العلاج بتاع الرقبة وهو موجود والحق العروض بتاعت بلاك فرايدي المشاكل في الرقبة بيبقى شكلها حكتين يا أم إن إحنا عندنا تجعيد بالعرض ودي ممكن تبدأ معنا من سن صغير جدا ودي سهلة قوي إن إحنا نتخلص منها بإن إحنا نعمل حاجة اسمها ميزو بوتوكس ميزو بوتوكس بيدينا ريلاكسيشن شوية للأنسجة اللي مسكة الجلد في المنطقة دي فبنتخلص من التجعيد اللي موجودة بالعرض أول إن إحنا نلاقي إن إحنا عندنا عضلة قوية جدا اسمها تلعتزمة بتبقى برزة شوية مع الناس التنس لما بنكبر في السن لما الجلد في المنطقة دي بيدعف بنراقي إن العضلة دي بدأت تظهر وبقى شكلها مش حلو ده تعدل ده دي برضو من المشاكل اللي بتظهر في الرقبة لما بنكبر في السن إن إحنا بنلاقي مشكلة الدابل تشين أو منطقة اللغة دي بتبدأ تترهل فده علاجه بيبقى الألفت زي ما احنا قلنا إنه ده مسؤول عن شد الجلد في أي منطقة أو إن إحنا زي ما قلتلك لو العضلات برزة في المنطقة دي بقى سهل قوي إن إحنا نتعامل معاها زي أي عضلة يعني بتنقبط زيادة وإن إحنا بنحقنها كمية بسيطة جدا من البوتوكس بحيث إن العضلة دي بتبقى ريلاكسد أكتر فما بتظهرش التجعيد اللي بالطول اللي في الرقبة طيب عايزة الحق عندي أسئلة كتير الجسم بتاع السيدات بيحصل له المناطق بتغمقه وبيحصل كمان فيه الخطوط البيضة لها الستريتش ماركس الستريتش ماركس دي حاجة مهمة جدا لكل ستات خصوصا الحمل والولادة قولنا بسرعة إزاي إن إحنا نعالج المشكلة دي ومشكلة المناطق الغمقه كمان تمام فعلا زي ما قلتي ستريتش ماركس يعني مشكلة في كل ستات تقريبا اللي مروا بتجربة الحمل والولادة نتيجة التمدد السريع في حجم البطن مثلا أولا هي الوقاية أسهل إن إحنا نحاول نشرب ميا كتير في الفترة دي ونستعمل كريمات معينة في الفترة دي لكن لو خلاص المشكلة حصلت يبقى الأفضل إن إحنا نلحقها بدري يعني كل ما اتحركنا بدري في إن إحنا ندور على العلاج للستريتش ماركس وهي في مرحلة الاسترايا روبرا إن هي ستريتش ماركس حمرة ده بيبقى أسهل لنا جدا في العلاج وبيبقى نتكتف على أكتر بإن إحنا نعالجها به الفراكشنال ليزر أوكي لو تحاولت برضو للستريتش ماركس البيضة دي برضو بتتعالج بس بتاخد معنا وقت أطول المناطق برضو اللي بتغمق برضو في الحمل الكلف الحمل أو تعرض للشمس في أماكن معينة أو الناس اللي عندها وزن زائد فبيحصل عندهم مشكلة كده إنه بيبقى فيه مناطق غمقة زي مناطق اللي في الرقبة أو أماكن معينة زي أماكن الاحتكاك برضو الأماكن دي سهلة أو إن إحنا نقشرها بالليزر أو الكميكال بيلينج اللي إحنا بنستعمله حسب كل منطق مفيش مستحيل مفيش مستحيل القطر معداش وكمان تلحقي العروض بتاعة البلاك فرايدي ما تنسوش يا جماعة العروض المستمرة لحد آخر شهر نوفمبر الكول سنتر تدارو تحجزو وتعرفو كل الخدمات اللي بتقدمها عيدات نبض واشكر دكتورة جاكلين صبحي أخصائي الجلدية والليزر بعيدات نبض مرسي يا دكتور دائما في تقلق وجمال بكرة إلى عادة الساعة 12 ونص الدور أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة